فيه بقى يقولك ان الكذب ملوش رجلين فيه ناس ما بتجذب بيبان عليها وناس ما بتجذب ما بيبانش عليها فيه دراسة بقت عملت بتكشف علي كل شخص بيجذب ما بيبانش عليه جابوا 120 شخص طلبوا منهم كلهم انهم يكلموا ناس قرائبهم في التليفون ويجذبوا عليهم وفيه جهاز كده تم اختراعه بتصوير الحراري اكتشفوا من الجهاز ده ان اللي بيجذب درجة حرارة مناخيره بتاعلى تقريبا 1.2% درجة مقاوية 1.2 من 10 درجة 80% من العدد اللي عمل عليه الاختبار ده لا اقلوا لهم اكتبوا اه اوكي اوكي اكتبوا اه درجة حرارة نوزه بتاعتهم فعلا 80% من الناس دي وبيقصوها ازاي بيحطوها في الفتحة دي ولا في الفتحة دي ولا في الفتحة دي ولا في الفتحة دي زي الترموماتر كده تامشي يلا اكتب بيبيا اي اوه يلا اكتب بقى انا اللي اكتب در عايزة احطه في مراخير كدر واتعرف بالضغط انت خصتك ما عنديكيش الترموماتر ما ينفعش بقى هاجبوه اللي كنت بقصوص بصي انت لما بتكذبي ببص في عنيكي باعرف انا عني اوه انا مش لقيمة انت تدروي الباقي على مناخرها بتروح قدي كده بكده مو كرية لا او او هده تعمل حركة دي او او محطينه في القرار انا ما بكذبش خالص ايو انت جميلة وحلوة بتكذبي شساد او والله انا عندي مصدقية خيالية يا شيخ فعلا بنا ترموماتريا جيبي الترموماتريا جيبي اللي انت عايزه شوفي ام ردي يعني عشان اصلا بحس ان الكذب حباله قصيرة فاكذب ليه او الحقيقة كله على بلاتة كده وعايزة تفضلي مش عايزة برحتك مع السلامة اشتركوا في القناة